ماذا عن العلاج؟ هل توصلنا؟ أو توصل العالم ونحن بعده؟ العلاج ناجح لهذا الأولى وعايزة أقول العالم ونحن ومش بعده وزي ما يعني إحنا بنبقى ماشين مع بعض الحقيقة دايما يعني لأن زي ما بقولك التبادل العلمي يعني العالم قرية صغيرة يعني ما يؤخذ هناك بيؤخذ هنا زي ما قلت لحضرتك هو مش نوع واحد لو جينا لسرطان الثادي في نوع ممكن يكون منتشر في العيلة في نوع ملوش دخل بانتشار العيلة في نوع خلل معين في الهرمونات في نوع خلل معين في الجينز فكل نوع ليه العلاج بتاعه في مدرسة تقولك أنا أدي للمريضة الأول العلاج وبعدين عمل لها الجراحة يكون الورم صغر شوية فبحافز على الثادي بتاعها في مدرسة تاني بتقول لا أعمل العملية وبعدين العلاج اللي تننصح بس ما فيش علاج واحد للسرطان الثادي أو لأي نوع من السرطان عشان كده يعني بنصح كل مريض أو مريضة بلاش تشوفي صاحبتك اللي جالها العاية بتاخد ايه علاج ده دلوقتي علشان واحدة تاخد علاج فيه علاج موجهة لازم يتعمل لها جينات لازم يتعمل لها ماركرز معينة دلالات معينة الأدوية دلوقتي أصبحت اسمها target therapy أو أدوية موجهة يعني بعمل دلالة معينة وده الخلل اللي موجود في الخلية فبديها علاج للخلية وللخلل ده بالذات فما فيش علاج موحد لكل السيدات اللي عندهم أورام لكن اللي بنقوله إن العلاج دلوقتي أصبح أحسن كتير جدا لأنه أصبح موجه للخلية السرطانية بس الأول كان بيبقى موجه للخلية السرطانية وبيأذي كمان مع حولها طب ماذا عن الأبحاث الخاصة بهذا المرض في العالم وفي مصر طبعا أهم الأبحاث اللي هو العلاج الموجه وده الأدوية اللي هي زي ما قلت لحضرتك بتعمل bombarding أو بتعمل يعني بتموت الخلية السرطانية بالذات الأدوية دي غالية شوية لأنها بتاخد مجهود كبير جدا في حاجة اسمها clinical trials أو التجارب الكلينيكية بتقعد مثلا عشرين سنة أو عشر سنين على مدوة زي ده يطلع فعشان كده الأدوية دي غالية العلاجات طبعا طرق التشخيص بقت أسهل جدا الأجهزة بقت أسهل جدا وبتسهل زي ما قلت لحضرتك الهندسة الطبية سهمت كتير جدا في إن يطلع أنواع معينة من الأجهزة بتقسلك أو بتعمل فحص للجسم كله شامل دي أهم الحاجات اللي هي موجودة دلوقتي رابط سيرجوري مثلا هو العلاج بالرابط ده برضو يعني ترند هو مش جديد قوي موجود عندنا يا دكتور موجود كان معهد الأورام الحقيقة دخلناه من حوالي يمكن عشرين سنة بس فيه ده محتاج تدريب جامد المشكلة كمان دلوقتي إن أي حاجة بتبوص الأجهزة دي على ما بتيجي تتصلح وكده دي بتبقى مشكلة شوالي يعني لا نصنع نحن دي مشكلة كبيرة جدا إن احنا لا نصنع هذه الأجهزة يعني احنا بنصنع هل أنها معقدة مثلا جدا آه هي معقدة طبعا بس أنا عايزة أقولك إن احنا عندنا مهندسين وعلماء يعني ممكن حتى يعني أنا من رأيي إن احنا نبتدي لو ابتدينا حتى وكانت الكفاءة 80% في الآخر خوصل للمية في المية صحيح إنما لو ما ابتديتش خالص هفضل طول عمري أستورد الحاجات دي يعني إلى الآن نحن نعتمد اعتماد كلي على استيراد هذه الأجهزة في بعض الأجهزة أقول نعتمد اعتماد كلي زي الباتسكان اللي هي بتشوف الجسم كله زي الأجهزة اللي هي الريديو ثرابي اللي بتعالج بالإشعاء والحاجات دي أقول نعتمد